أهلا بكم من جديد. نكمل مشوارة الحرة الليلة من روسيا حيث بدأ اليوم سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا على أن يقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى للسعر كل شهرين. ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى إذ تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل. ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسة لعائدات العملة الأجنبية لروسيا التي قالت أنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المساعر به حتى ولو اضطرت إلى خفض الإنتاج. الرئاسة الروسية أيضا أكدت أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي لن تكون له تداعيات على الحرب في أوكرانيا. محذرة من زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية. فإلى أي مدى سيتأثر النفط الروسي المنقول بحرا مع بدء سرياني تطبيق السقف السعري أو الحد الأقصى له. وكيف لتحديد السقف السعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل أن يحدى من قدرة موسكو على تحويل حربها في أوكرانيا. أو تمويل حربها في أوكرانيا. وكيف يمكن أيضا منع روسيا من الالتفاف على هذه القيود الجديدة. قرار تطبيق السقف السعري للنفط الروسي المنقول بحرا دخل حيز التنفيذ. هذا الإجراء يسمح بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات تابعة لمجموعة الدول السابع والاتحاد الأوروبي. وشركات التأمين ومؤسسات الاعتمان. وذلك فقط إذا تم شراء الشحن بسعر لا يتجاوز السقف المحدد ب60 دولارا للبرميل. ما من شأنه أن يقلص من العائدات الكبيرة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات. والذي يعاول عليه الغرب لتقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر بموجب الاتفاق أن يقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السابع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين. على أن تبدأ المراجعة الأولى في منتصف يناير المقبل. روسيا من جهتها والتي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم أكدت أنها لن تقبل بهذا السقف السعري. وأنها لن تبيع النفط المصعر به حتى لو طرت إلى خفض الانتاج. وقد حذرت الرئاسة الروسية من أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية. بدوره نفى الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن يؤثر هذا الإجراء العقابي على دعم موسكو للحرب الدائرة في أوكرانيا. إذ قال بيسكوف إن الاقتصاد الروسي يملك كل القدرات اللازمة لتمويل الهجوم العسكرية. وفي رده على هذا الإجراء حذر الكريملين من أنه لن يسلم النفط بعد الآن إلى الدول التي تتبنى آلية تحديد سقف للسعر. وقد لفت مراقبون إلى احتمال محاولة موسكو لالتفاف على هذا الإجراء العقابي عبر تشكيل أسطول من ناقلات النفط الخاصة بها. تقوم بتشغيلها وتوفير التأمين لها بعيدا عن سيطرة دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. وهو ما يمكن أن تفاعله كذلك الصين والهند وهما من أبرز زبائنها. وللتعليق على هذا الموضوع مناقشته ينضم إلينا من واشنطن باولو فونشيراك الخبير الاقتصادي ورئيس معد السياسة العالمية. ومن موسكو ستانيسلاف متراخوفيتش خبير في صندوق الوطني لأمن الطاقة والباحث في شؤون الدولية في الجامعة المالية. أبدأ معك أولا أستاذ ستانيسلاف برأيك إلى أي مدى لهذا القرار أن يؤثر على تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا. شكرا لإستضافتي. في المستقبل القريب لا أعتقد أننا سنرى أي تغيرات مهمة فيما تعلق بتجارة النفط الروسية لأن هذا الحد الأقصى للسعر هو أعلى من السعر الحقيقي. السعر اليوم هو حوالي 50 أو أكثر بقليل من 50 دولار للبرميل الواحد. أعتقد أن الدول الأوروبية ستستمر في دعم النفط الروسي والسماحي بنقله. لأن كما قلت السقف السعري أعلى من سعر النفط الروسي في الأسواق. الأمور قد تتغير بعد مدعة أشهر. إذا هذا السعر هو أعلى من السعر الحقيقي. كما تقول أكثر من 50 دولارا. لماذا روسيا أكدت بأنها لن تقبل بهذا السقف السعري. وبأنها لن تبيع. وبالتالي النفط المساعر به. نعم، وفقى تفسيري أنا علينا أن نفهم ما تقوله روسيا. أنها لن تسمح لشركاتها ببيع النفط لبعض الدول خارج الاتحاد الأوروبي. التي ستعتمد سقفا سعريا. لنقل مثلا أن كوريا الجنوبية قالت رسميا أنها لن تستورد النفط الروسي. إن كان السعر يتخطى السقف السعري. فعندها روسيا تتوقف عن بيع النفط إلى كوريا الجنوبية. ولكن ليس هناك من دولة خارج أوروبا أو مجموعة السبعة. قالت إنها ستوافق على السقف السعري. وبالتالي المشكلة الآن مشكلة كلامية. ليس من دولة خارج الدول الغربية. قالت أنها توافق على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. وبالتالي روسيا ستستمر في بيع النفط إلى الدول من غير المعسكر الغربي. وأصلا هناك دول توقفت عن شراء النفط الروسي. وفرضت حزرا على النفط الروسي. نعم. أستاذ باولو. كنا نسمع إلى أستاذ ستانيسلاف. كان يقول بأن هذا الموضوع لن يؤثر في المستقبل القريب. لأن أصلا هذا الحد أو السعر المستعر 60 دولارا. هو أعلى من السعر الحقيقي التي تبيع فيه روسيا اليوم. بـ 50 دولارا أو أكثر. هنا السؤال بالتالي إلى أي مدى إذن سيتأثر النفط الروسي المنقول بحرا مع بدء سريان تطبيق الصقف السعري أو الحد الأقصى له طالما هو أعلى من السعر الحقيقي التي يتم بيعه حاليا. نعم للأسف هذا يظهر أن الأوروبيين ومجموعة السبعة وأستراليا أيضا يريدون فقط إظهار أنهم يتصرفون. ولكن هذا التصرف لن يؤثر النفط الروسي كما يعرف الجميع يباع بسعر أقل من السعر الذي اعتبر سقفا. وروسيا تبيع نفطها إلى دول كالهند أو غيرها. وطبعا هناك أيضا ناقلات تستعملها إيران أو فينزولا أو دول أخرى بشكل سري تبيع وتنقل النفط ولا أحد يعرف من أين يأتي هذا النفط. ولا يمكن تثبيت مصدر هذا النفط. وبالتالي هذا القرار هو فقط اتخاذ موقف ولكنه ليس فعليا. لو أردنا أن نؤثر على روسيا لو وضعنا السقف السعري مثلا دون حوالي 30 دولار دون السعر الذي تبيعه روسيا. هنا تكون هناك مشكلة وهنا أيضا من دون شك ستختفي كميات كبيرة من النفط عن الأسواق. مما يؤدي إلى تأثير سلبي وإلى ضغوطات تضخمية. وبالتالي تأثيرات سلبية على أمريكا وأوروبا ودول مستهلكة أخرى. نعم وبالتالي أستاذ ستانيسلاف هذا الموضوع إلى أي مدى ممكن وصفه بأنه قرار من مجموعة السبع. بأنه قرار شكلي فقط على رغم من أنه ستتم راجعته كل شهرين. نعم إلى حد ما هذا صحيح. ولكن في المستقبل قد يتحول هذا القرار إلى محاولات ضغط حقيقية. مثلا عبر ألية للعقوبات أكثر فعالية. أما الآن فلا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير. الأمر قد يتغير بعد بضعة أشهر. المشكلة هي أنها لو تمكنت روسيا من تعزيز صادراتها للمستهلكين خارج الدول الغربية. وأن تستفيد من شركات شحن في إفريقيا أو جنوب أمريكا أو آسيا أو الشرق الأوسط. عندها يمكن أن يستمر التصدير الروسي. وتكون روسيا قد تكيفت مع الوضع. ولكن هذه الأسئلة تطرح في العام 2023 في الأسابيع المقبلة ليس من تغير مرتقب. وروسيا ستستمر في الاستفادة من تجارة النفط. ويستمر تمويل المجهود العسكري أو المدفوعات الأخرى للاتحاد الروسي. أستاذ باولو. كما استمعنا. هذا الطريقة العقبية أو القرار بوضع حد للسعر النفط الروسي ب60 دولار. هو قرار شكلي. إلى أي مدى روسيا اليوم ستعتبر كل القرارات التي تأخذ بأنها قرارات شكلية. ولن فعلا تملك القدرة اللازمة لتغيير أي تمويل في حرب روسيا على أوكرانيا. نعم سنرى مجددا هذا السقف يمكن أن يعدل. كما نعرف أن هناك مراجعة كل شهرين لهذا الاتفاق. سنرى كيف أوروبا وأمريكا ومجموعة السبعة وكل الجهات المعنية الأخرى بعد أسبوع وأشهر ستعيد تقييم الوضع. تذكر أن روسيا أيضا تفرد عليها عقوبات هي الأسوأ تاريخيا أو الأقصى. وحتى الآن العقوبات لم تمنع روسيا من الاستمرار بما تفعله في أوكرانيا. الحرب الأوكرانية مستمرة للأسف. ولكن روسيا تتأثر سلبا إلى حد كبير صناعة السيارات مثلا. والمصانع بدأت تغلق أبوابها. ولم يعد لروسيا نفاذ لصناعة الإلكترونيات المتقدمة الضرورية في الكثير من الصناعات. وبالتالي هذا القرار يأتي في إطار الدغوطات المستمرة على مستوى العقوبات. حتى ولو كان التأثير اليوم ليس كبيرا. الضيف من موسكو تكلم عن إيجاد شركات شحن وتأمين أخرى في أماكن أخرى. ولكن هذا ليس متأكدا أو ممكنا لأن غالبية هذه الشركات يمكنها أن تحصل على تأمين في أوروبا. يصعب أن يكون هناك مثلا هذه الشاحنات التي تأتي لست أدرينا الإكوادور أو فنزولا. وأن تؤمن بطريقة الملائمة. الأمر ليس بالسهل. مجددا هذا السقف لا يعني الكثير اليوم. ولكن الأمور قد تسوء. وقدرة إيجاد البدائل الملائمة لروسيا. من دون تكلفة مرتفعة محدودة. أستاذ 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 أستاذ. من هم البدائل؟ من هي الدول التي ممكن لروسيا أن تلتف بشأنها على هذا القرار؟ على الرغم من أنه اليوم هو أعلى من السعر الحقيقي. ولكن الكراملين كان حذرا من أنه لن يسلم النفط بعد الآن إلى الدول التي تتبنى أليا تحديد صقف السعر. نعم مجددا ليس هناك دولة في العالم باستثناء الدول الغربية قالت أنها تقبل الصقف السعري. وبالتالي روسيا تستمر في بيع النفط لنقل إلى كوريا الجنوبية. لأن كوريا الجنوبية لم تقل إنها ستطبق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي. علينا أن ننتظر فيما يتعلق بتكهنات لنرى ما سيحصل. أتذكر في مارس آذار أو أبريل نيسان كان هناك كلام عن أن الإنتاج الروسي للنفط سيتراجع بنسبة الثلث في غضون أسابيع. ولكن لم نرى ذلك. استمرت الصادرات الروسية والإنتاج الروسي على المستوى نفسه الذي كان موجودا في فبراير شباط من العام 2022. وبالتالي التوقعات تخطئ. ليس فقط التوقعات الروسية ولكن كل التوقعات عبر العالم. فيما يتعلق بالتأمين. لنأخذ الهند على سبيل المثال. نعرف أن عدد سكان الهند يفوق بثلاثة أضعاف سكان أوروبا. ويمكن تصدير النفط الروسي إلى الهند. وهذا ما يحصل اليوم. والهند في هذه السنة اشترت نفطا روسيا عبر البحر أكثر من كل ما اشترته الدول الأوروبية. وهذا طبعا يؤثر. ربما هناك مشاكل مع النقلات أو مع التأمين. خاصة في النقلات التي تمر في المضائق التركية. ولكن هذه النقلات ما زالت تمر من المضائق من دون مشكلة. وهذا يعني أن هناك نوع من التوافق بين موسكو وأنكرة حول استمرار التصدير. وأعتقد أن شركات التأمين ستستمر بتأمين هذه الشحنات. شركات لست أدري في الصين أو الهند أو أماكن أخرى. نعرف أن أمريكا لم تنجح في تدمير الصناعة النفطية الإيرانية بشكل كامل. وبالتالي يصعب أكثر بكثير أن تدمر الصناعة النفطية الروسية. وهي أهم بكثير من الإيرانية. أستاذ باولو كما يقول أستاذ ستانسلاف بأنه كان من الصعب لأي إجراءات عقوبية أن تؤثر على الصناعة النفطية لإيران. وبالتالي اليوم من الصعب جدا أن تؤثر على الصناعة النفطية الروسية التي هي أعلى بكثير. وأيضا ذلك يندرج فيما قاله الكريملين. وأعلنه بأن الاقتصاد الروسي يملك القدرات اللازمة لتمويل الحرب. وبالتالي ما أهمية هذا الإجراء الذي اتخذ بوضع هذا الحد اليوم؟ نعم كما قلت في البداية. هذا القرار هو فقط لإظهار التماسك بين الدول الأوروبية. والتماسك بين أوروبا وأمريكا ودول أخرى. أن هناك اتفاق وأن هناك مبادرة. وهو أمر جيد سياسيا للغرب. وهذا الحد الأقصى للسعار يمكن أن يتغير. الآن هو 60 دولار. وهذا لن يؤثر للأسباب التي ذكرنا ونتفق عليها. لأن سعر النفط الروسي الآن هو تقريبا في هذا المستوى. من جهة أخرى نعرف أن روسيا مضطرة لبيع النفط بهذا السعر. مقارنة بالنفط على السوق العالمي. أي بنسبة أقل. فإرادات روسيا أقل بكثير مما يمكن أن تكون عليه. إن كان سعر النفط على الأسواق العالمية 80 أو 85. روسيا مجبرة. أكرر مجبرة اليوم لبيع النفط مثلا إلى الهند. الهند تقول تريدون بيع النفط لنا. نحتاج إلى خفض السعر. وهذا ما يحصل. روسيا مضطرة لبيع النفط إلى الهند والصين. وكلاهما تطالبان بخفض الأسعار. وذلك يؤثر على روسيا. ربما ليس بالنسبة التي تريده الغرب. ولكن هناك تأثير. روسيا بإمكانها أن تستمر بتمويل حربها. ولكن إرادات النفط تتراشع. وهناك تأثير متزايد للعقوبات. وذلك يرسم صورة قاتمة لروسيا. هذه الأيام صعبة جدا بالنسبة لروسيا. رغم أن هذه الخطوة لن تؤثر إلى حد كبير. شكرا لضيفي الكريمين. باولو فونشيراك وستانيسلاف ميتراخوفيتش. لوجودكم معنا.